بعد الكلام كتير على سوشيل ميديا في موضوع مواعيد امتحانات ابتدائي وعدادي وسنوي والدبلوئات الفنية تعال اقول لك بقى المواعيد النهائية لامتحانات كل الصفوف صلى على نبي وعمل لاكي الفيديو ده وعمل منشى لصاحبك وبعطل الفيديو ده عشان يعرف مواعيد امتحاناته خبر يمك مع احمد مطوع بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الاعدادية اللي هو من اول ثلث ابتدائي ورواع ابتدائي وخمسة ابتدائي وستة ابتدائي اول اعدادي وثاني اعدادي وطبعا تالت عددي اللي هي الشهادة الاعدادية اول سنة وثاني سنة وهو المتحدء من يوم 4 مايو لحد 23 مايو مايو ده اللي هو شهر كام يعني؟ شهر خمسة بالنسبة لامتحانات الثالثة سنة واللي هي عليها الجدل كلها المتحانات السنوي العامة ستبدأ من يوم 10 يونية اللي هو قبل عيديين الفطر ده امتحانات اللي هي غير مضافة المجموعة و後 سترجع تاني بعد العيد يهدل بان يوم 22 ستة لحد يوم 20 سبعة اما بالنسبة للدبلوبات الفنية فدي هتبدأ يوم 25-25 إلى 25 مايو طبعاً لحد يوم 6 يونيو اللي هو 6-6 يعني حوالي شهرين تقريباً على بداية امتحنات قول لي بقى انت جاهزت امتحنات ولا لسه بالمناسبة امتحنات تلتسانة والسنة دي هتكون ورائية وما فيش دخول للتابلت ولا تلفونات ولا الكلام ده ما تنساش بقى تعمل نشأ لصحابك وتبعت لهم الفيديو ده عشان يعرفوا معايد الامتحنات